اهلا بحضراتكم طبعا الفصل له علاقة بما سوف نتحدث فيه الآن لأن رواية سرابيوم للأديب محمود عرفات وهي الحائزة على جائزة اتحاد كتاب مصر لهذا العام كأفضل رواية تدور في هذه الأجواء أجواء ما قبل حرب 73 من حروب استنزاف وحرب 73 بكل أبعدها والحقيقة القصة باختصار بتحكي قصة دسوئي وهو شاب من إحدى قرى دلتا مصر تطوع في الجيش بعد الإعدادية هربا من معاملة زوج الأم بعد إتمام تدريبه بتحدث هزيمة 67 التي أعيته أو جعلته في حالة عدم توازن ويعاد تأهيل وتطوير القوات المسلحة وينتقل للجيش الثاني في وحدة سرابيوم في الإسماعيلية بعد ذلك بيقع في حب رئيفة ورئيفة يتزوجها ثم تقع في الأسر وهي حامل ولا يشعر دسوئي بالتوافق مع الحياة العسكرية في فترة أخرى بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فيطلب التقاعد ويواصل حياته في سرابيوم ويجلس فوق المصطبة وهي مكان رمزي ينظر من خلاله إلى الشرق مترقبا العدو القادم وأيضا مستشرفا الأمل الذي يتجسد في عودة رئيفة وابنه منها الذي أسماه إبراهيم الدسوئي تيمنا بالأجواء الروحانية التي هي جزء من ثقافتنا برحب بمبدع سرابيوم الأديب محمود عرفات ألف مبروك على الجائزة الله يبرك فيك شكرا وسستار يعني هنا حضرتك كنت ضابط احتياط بتقدم لنا صورة ربما يعجز عن تخيلها أي أديب آخر إلا إذا عايش هذه اللحظات تحديدا فإلى أي مدى كان هناك نقل للواقع وإلى أي مدى كان هناك خيال يعني مساحة الخيال والواقع كيف امتزجت في هذه الرواية الرواية تحدثت عن وقائع تاريخية سبتة يعني أنا اتكلمت عن معركة تحرير الأمطرة معركة تحرير الأمطرة دي أنا حطتها في شكل روائي ولكن كل تفاصيلها متخدة رجعت فيها كل المراجع العسكرين المراجع العسكرين مفيش المراجع التي تحدثت عن حرب أكتوبر مفيش معلومة في معركة تحرير الأمطرة غير موسقة وبالتالي فاحنا بنحكي معركة حقيقية إنما تفاصيل الدقيقة الصغيرة بقفال خيال أعتقد أيضا أنه قصة الحب الخاصة برأيفة هي جزء من الخيال يعني علاقة دسوقي برأيفة دسوقي نفسه شخصيا ودسوقي نفسه شخصيا شخصيا من وقع من خيالي إنما حبيت أستخدم هذه الشخصية للتعبير عن التغيرات اللي حصلت في مصر اعتبارا من 67 لغاية ما بعد انتصار 73 حضرتك بتحكس أجواء التغير في الاستعداد حتى للحرب بداخل قوات المسلحة بتقول مثلا أنه بعد عدة أسابيع قامت 67 سحابة الهزيمة السوداء غطت سماء الوطن وبدأ كل شيء على وشك السقوط لا أنسى وجه جمال عبد الناصر وهو يلقي خطاب التنحي مهزوما بائسا وحزينا وبدأ كل شيء في المعسكر يتغير بسرعة تماثل السرعة التي حدثت بها الهزيمة هل كنا حقا في حاجة إلى هذه الهزيمة الصحقة لكي نفيق وكيف حدث هذا التغيير في سلوك القادة والضباط الطعام والبلابس نظام التدريب والطوابير بدأ تجنيد المؤهلين تأهيلا عاليا ومتوسطا استقبلنا في مركز التدريب أو استقبلنا في مركز التدريب محامين ومحاسبين وأساتذة جامعة ومهندسين وفنانين ومدرسين صارت ضرب ممنوعا قائد المعسكر يلتقي معنا مرة كل أسبوع يسألنا عن مشاكلنا وجدنا ضباطا مخصصين لسمعنا والرد على أسئلتنا يجتمع المعسكر كل خميس لمشاهدة السينما وتوزى علينا علب العصير هنا التغير الحقيق رصده ده هل ده كان واحد من أسباب الانتصار في 73؟ هو ده بداية التغيير اللي حصل في نظام العمل داخل قوات المسلحة بعد هزيمة 67 وأنا عملت مجموعة إشارات صغيرة علشان تبين إزاي العلاقة بين الضباط وضباط الصف والجنود المستجدين من واقع الضرب دسوئي وهو صبي صغير من غير مي احنا معنا صورة لحضرتك تقريبا دي على الجبهة ممكن تبصنا يا خليل؟ اه في أحد المشروعات التكتكية في اللي هو اللي هو 14 انا انا التاني من اليمين اه التاني من اليمين وقفا اه اه تمام اه 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 تمام اه 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 تماما عندي 26 سنة على الحال يعني لماذا تأخرت سيرابيوم كل هذه السنوات يعني احداث حرب الاستنزافه 73 يعني مر عليها اكتر من 45 عام يعني انا انا نفسي فضلت اسأل نفسي هذا السؤال اه كيف لا تكتب عن حرب اكتوبر بالضبط انا بسأل نفسي وهي تجربة فريدة الحضرتك وهي تجربة دي صورة لحضرتك اه وانا نقيب احتياط في اواخر في اواخر خدمة العسكرية سنة 74 اه انا فضلت فترة طويلة اسأل واصدقائي يسألوني كلما نلتقي في ندوة اتكلم عن الحرب انت انت مبدع لماذا لا تكتب عن الحرب اه لماذا اكتشفت اكتشفت في الاخر ان 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 انني كنت ان ان انني لم اخرج من حالة الحرب يعني كانت الحرب حالة الحرب جواي اه وما قدرتش اخرج منها اخرج منها الى الخارج لكي اراها بوضوح اه وبعدين اه اه بدأت تختمر فكرة الكتابة جيمة بتختمر فكرة التجربة نفسها وكان لازم ا لازم ا صوغ ثارابيوم في شكل انساني يعني هو الكتابة عن الحرب ما اسهل الكتابة عن المعارك والضرب والمدفعية وسقوط الشهداء والمصابين إنما ما أصعب أن تكتب عن الحرب من وجهة نظر إنساني أنت حقيقي الجانب الإنساني بالتوازي حتى بما يسمى في السينما المنتج المتوازي أنت تقطع دائما ما بين ما هو إنساني أو انعكاس الحرب على المدنيين وبتعكس حركة المقاومة الشعبية كمان بشكل جلي يعني في مشاهد مثلا بتكلم فيها عن أبو دسوقي عندما وهو يعني من أسرة بسيطة كيف يعني يتطوع بكل الخبز أبو رئيفة أبو رئيفة ويتطوع بكل الخبز الذي لديه من أجل إعطاءه للجنود يعني العلاقة حتى بين الجيش والشعب هو الحقيقة أنه أنا كنت بتكلم عن أو كنت عايز أتكلم عن الجانب الإنساني للحرب الذي لا يلتفت إليه الكثيرون وكنت عايز أتكلم عن معاناة منطقة الصغرة بعد اجتياح القوات الإسرائيلية للجانب الأيمن الفرق السطشر وعبرهم من جانب البحيرات المرة واستيلاؤهم على جزء من غرب القناة نعم ده ترتب عليه معاناة شديدة جدا للمدنيين اللي كانوا بيقيموا في هذا المكان مفيش حد يتكلم عن صحيح كان مسكوت عن هذا هذا مسكوت عنه وكان يجب كشفه وكان يجب كشف الفضاء التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في حق المدنيين المصريين في غرب القناة نعم حيث في أحد المشهد بتصور كيف تم صف عدد كبير من المدنيين وضربهم بالرصاص فقط بتهمة أنهم متعاونين مع الجيش المصري هذا مشهد حقيقي ويعني موسق من أحد الشباب اللي شاف إعدام والده ضمن هؤلاء حكا لي قال لي إنه لموا الرجالة القرية الكبار وعدمهم قدامنا فدي وقاع سابتة إنما لما أجي أصوغ الموقف أو المشهد بيبقى فيه خيال إنما ده لا ينفي وقوع هذه المذابح أو الفضائح كان ثقر الدسوئي بدأ في بعض لحظات الرواية وكأنه ثقرا شخصيا هل كان ثقرا شخصيا وهزيمة شخصية له أم امتزجت بثقر الوطن؟ أزم الدسوئي إنه قبل حرب أكتوبر يعني حسب أحداث الرواية انتقل بشكل مفاجئ إلى منطقة القنطارة غرب نعم طبعا في الفرقة 18 كانت غرب قناة السويسوي وهي الفرقة التي تولت عبور القناة من منطقة القنطارة وتحرير القنطارة شرق يعني الفرقة 18 بقيادة الفريق فؤاد عزيز غالي هي اللي تولت عبور القناة من قطاع القنطارة وحررت القنطارة شرق في هذا الاتجاه طب هنا هنا فما عايزة أكمل بس آه تفضل دسوئي دسوئي شارك في تحرير أنطارة شرق وبعدين لما بعد الحرب بعد وقف إطلاق النار رجع سرابيوم فوجئ بأن زوجته مش موجودة خطوطي فت أو أسرت وهي حامل فكيف أحقق هذا الانتصار هو نفسه يعني بيفكر كيف أحقق الانتصار هذا الانتصار العظيم ثم أوجه هذه الهزيمة الشخصية لي آه أنه يفقد زوجته والحامل وابنه الممتظر وابنه كان متصور أنه هيسميه إبراهيم الدسوئي صحيح إبراهيم عشان يبقى إبراهيم الدسوئي نعم فهو دي عقدة عقدة الرواية الأزمة البطل دسوئي بين انتصاره الكبير في الأنطارة وهزيمته الشخصية إسرى إسرى أسر أو اختطاف زوجته وهي حامل كان في حرص منك أنت تذكر أسماء حقيقية يعني شخصيات حقيقية لعبة دور في تلك الحروب يعني تحسين اللواء تحسين شنن اللواء سعد مأمون ها اللواء أحمد أحمد أسام إبراهيم اللواء فتحي عباس العقيد فتحي عباس وقتها ها اللواء توفيق علي منصور الحقيقة أنا وأنا بكتب الرواية أنا بكتب رواية عن الحرب ولقيتها فرصة أن أذكر بعض الأشخاص الحقيقية في وقائع حقيقية لتكريمهم أنا لن أستطيع تكريم كل الأبطال اللي شاركوا في الحرب إنما ما يمنعش إذا كنا نتكلم عن تحرير الأنطرة نتكلم عن اللوى التحسين شنن اللي كان قائد اللوى 15 مدرع اللي دخل مع الفرقة 18 وساهم في تحرير الأنطرة كان لازم أتكلم عن أحمد أسامة أبراهيم قائد مجموعة الصعقة اللي تولت الدفاع عن الإسماعيلية ومنعت شارون أنه يدخل الإسماعيلية كان لازم أتكلم عن توفيق دكتور توفيق علي منصور لأنه أحد قادة المدرعات في مصر وأنا أعرفه شخصيا ولوه إسهامات في تطور القوات المسلحة المنظر الخاص بالدبابة عدل في نظام التنشين في الدبابة والروس أخدوا هذا وحطوه في ما أقدرش ما تكلمش عن فتح عباس اللي هو فتح عباس اللي هو كان شغال في مخابرات الجيش الثالث في السويس وساهم في تجميع المقاومة الشعبية والتنسيق بين قيادة الفرقتين السبعة والتساعتاشر اللي كانوا شرق القناة علشان يجيب مفارز لمقاومة الدبابات ذكر الشخصيات الواقعية دي أطفى يعني واقعية حتى على الشخصيات الروائية المتخيلة فأصبح يعني أعطى مصداقية حتى للشخصيات المتخيلة فأصبح القارئ يعني واثق أكثر بأن دسوقي هو شخصية حقيقية ورئيفة شخصية حقيقية وباقي الأبطال هو الشخصيات الحقيقية دي أنا يعني أعرف بعضها شخصيا يعني أنا شفت التحسين شانان الله يرحمه في أكثر من موقف لأنه في مشروعات تدريبية مشتركة الفرقة مع اللي هو يعني كلام واخد بالحضرتك شفت اللي هو سعد مأمون في أكثر من ظرف شفت وتكلمت معاه شخصيا وبالتالي ماذا يمنع أن أذكر هذه الشخصيات بالتكريم اللائق دون أن أخل بالموضوعية أو الحقيقة التاريخية موقع سرابيوم من روايتك يعني على شاطئ الجبل دي مجموعة قصصية وفزت بجائزة الدولة التشجيعية عنها مش مش الرابع عشر يعني يمكن أن تذكر لي الترتيب يعني ترتيب هو نفس ترتيب مقام الصبع مقام الصبع الأول مقام الصبع بعدين على شاطئ الجبل على شاطئ الجبل وبعدين مش مش الرابع عشر رواية عن الفساد وكان لي شرف منقشتها أيضا والخسوف مجموعة قصصية والموريدون مجموعة قصصية سرابيوم اللي عاد تشتغل فيها فترة طويلة نعم حتى في مش مش الرابع عشر كنت يعني تقترب من الاسم الواقعي ولكن مع تحريف الاسم ولكن هنا أكدت بطولات هؤلاء الرجال والقادة في المعركة على فكرة في كل كتباتي أصداء حرب أكتوبر يعني في مقام الصبع بطل الرواية راجع من الحرب خارج من الانضباط العسكري الشديد إلى فوضى العمل في القطاع العام مش مش الرابع عشر أحد أبطال الرواية بطل الخير في الرواية ابنه استوشت في الحرب فأصداء الحرب دايما كانت تلح عليه أنت كنت بتتكلم عن بتقول أن أنا أريد الإبقاء على وهج أكتوبر دائما وأن أنير هذا الزيت حتى يبقى دائما مضيئا وموجودا في الزاكرة بهذا المعنى تمام طيب في الرواية ويمكن هقرأ جزء صغير جدا كنت بتتكلم عن حرب أكتوبر بتقول كان وطنا كبيرا عندما عبر الجيش المصري قناة السويس ليدمر خط برليذ وهجم الجيش السوري لاسترداد هضبة الجولان وتحركت فرقة مدرعة عراقية ووحدات مغربية لتنضم للجيش السوري ووقفت الوحدات الجزائرية والسودانية والكويتية لتحمي ظهر قواتنا على شاطئ البحيرات المرة وطار الرئيس بوميديان ليتعقد على توريد دبابات لتعويض الخسائر وسدد الثمن نقدا وأعلن الملك فيصل عن خفض إنتاج البترول فأصاب الأسواق العالمية والدول الكبرى بالرعب في تلك الأيام كان وطنا كبيرا بحق أين هو الآن؟ الآن دي عائدة على إيه؟ أين هو الآن؟ زي ما حضرتك قلت كده أنا دايما أقول في كل كتاباتي وشاهداتي أن أنا دايما أشعر بالفخر أني شاركت في حرب أكتوبر كمقاتل وإني شايف أن الحالة اللي كان عليها مصر والعرب في أثناء الاستعداد للحرب ثم بدء العمليات العسكرية والتكاتف العربي الذي حدث في هذه الفترة أنا شايف أنه عمل شعلة هذه الشعلة يجب أن نضئها دائما وأن على المبدعين أنه يغزوا هذه الشعلة بالزيت اللازم لاستمرارها شعلة حرب أكتوبر دي أنا شايف أنها طوق النجاة وإنها إذا ما تمسكنا بها نقدر ننتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل النهضة الحضري يبدو أن هناك ثم التناقض في جزئي من الرواية أو ربما تشرح لي هذا البطل دسوئي يرفض معاهدة السلام ويتعذب كثيرا لأنه يريد استكمال سأره ويقول لم أفهم إسراع السادات لعقد المعاهدة الحرب أثبتت أننا أقوياء ونستطيع أن نواجه ونهاجم وننتصر لم يعود النصر مستحيلا إلى آخر ما يسرده البطل من مبررات يعني تؤكد أننا كان يمكن أن نكسب أكثر ثم تعود في صفحة أخرى لتتفاهم موقف السادات نفسه وتجد له المبررات وتقول أنه لم يجد من يسانده أو يساعده وأنه كان قرارا مضطرا إليه فإلى أي الرأيين تنحازم لأنه هنا في تناقض دي نقطة مهمة جدا الحقيقة هو الفكرة أننا عايزين نجيد ثقافة الاختلاف يعني لما كنت أتكلم عن دسوئي لازم أتبنى وجهة نظره لأنه ده راجل مجروح انتصر في الأنطرة حرر الأنطرة وطلق عدت عوارته ابنه وكان قريب من الموت رجع لقى زوجته مخطوفة أو مأسورة ما لهاش وجود وفي بطنها ابنه وطبعا ده بهذا الشكل لازم نفهم هو بيفكر إزاي لازم نفهم بيبقى موقف قيم الحرب وموقف قيم السلام إنما مش معنى كده إنه إنه هو ده الموقف الصح أو القرار النهائي أو الأخير اعتبارات السياسة ربما تفرض على القيادة السياسية اتخاذ مواقف مغيرة واخد بال حضرتك أنا أعترف أعترف أنني من أنا شخصيا من مؤيدي معاهدة السلام وأنا متأكد إن لو العرب قدروا يعني يقفوا وراء السادات بشكل حضاري ويعملوا قدر من الحركة والاختلاف والتأييد أنا متأكد إن السادات كان هيحصل على على شروط أفضل يعني هنا أنت مش شايف إنه فيه تناقض بين الرأيين لا ما فيش تناقض طب موقف العرب أنت هنا بتنتقد العرب في فقرة اللي هي بتقول فيها أن السادات لجأ إليهم فلم يجد يعني يد العون الكافية بينما عندما قرأت أنا الفقرة السابقة وضح فيها يعني كم حجم المشاركة العربية في حرب اكتوبر سواء الجزائر العراق سوريا طبعا في المقدمة كويت الرئيس السادات قال أنا لا أستطيع أن أحارب أمريكا وخد قرار بأنه لا مفر من أن احنا نجد سبيل السلام لو كان العرب وقفوا وقفوا جنبه وقفوا جنبه وسندوه وعملوا تحالف قوي كان بالتأكيد النتائجة تختلف إنما المسألة العصبية والانفعال هو اللي حكم المسألة طيب أتفضل احنا يعني كل واحد من حقه يبص للمسألة من منظوره الخاص وبالتالي وبالتالي لا ما نقدرش اللوم دي سوئي على فكرته إنه يوصل في آخر الرواية إلى إلى أنه أقرب إلى الاضطراب العصبي أو النفسي إنه مجنون بأن الشرق هيجي منه العدو وإنه بينتظر العدو يوميا وبيطلع على المصطبة اللي الجيش المصري عملها علشان يركب العدو في أثناء وجود خط برليف المصطبة دي أصبحت بالنسبة له هي الملاز وإن هي اللي حققت النصر وإن لا يجب هدمها وإن لا ما فر من أن العدو جاي مرة تانية دي دي قناعة دسوقي دي قناعة دسوقي وما نقدرش يعني نخليه يفكر بعقية حد تاني رجال السياسة لما بيجوا يفكروا بيفكروا بطريقة مختلفة المعطيات اللي عندهم والموارد اللي عندهم والمعلومات اللي عندهم ما يعرفاش دسوقي صحيح طيب إزاي نسيت الناس اكتوبر أنت بتقول على لسانه الناس نسيت اكتوبر يا متولي والنصر العظيم يختفي ورأس طارة من الإهمال والانشغال الوهمي بهمومت فيها لو بقيت شعلة اكتوبر متوهجة لأنارت حياتنا كلها ولحققنا بنورها المعجزات كيف نسي الناس اكتوبر في تقديرك اكتوبر ده نسق حضاري نسق حضاري في الرواية بتحكي عن الهزيمة وبتحكي في حاجات لمسات صغيرة جدا عن أسباب الهزيمة وبتحكي بعد الهزيمة عملنا ايه علشان ننطلق في اتجاه العلم تمام لما انطلقنا في اتجاه العلم واتفقنا على اننا هدفنا تحرير الأرض وجمعنا كل الجهود ورتبنا الصفوف ترتيب جيد ودربنا الناس تدريب جيد يبقى النتيجة النتيجة المنطقية ان احنا ننتصر صحيح فالحرب دي نسق حضاري وانا اكتر من مرة قلت ان احنا نقدر نستطيع بروح اكتوبر ان احنا نحقق انتصار حضاري موازي للانتصار العسكري مش لازم يكون انتصار عسكري احنا محتاجين انتصار حضاري طفرة حضارية نحط رجلينا على عتبات المستقبل الحقيقي هو ده المقصود بالاحتفاظ بشعلة اكتوبر الاسباب الاسباب اللي خلتنا ننتصر في اكتوبر عايزين نتمسك بيها نقوم ننتصر في كل المعارك مش العسكرية لا المعارك الحضاري نعم استاذ سعد القرش يمكن في غلاف الكتاب بيقول ربما ينتهي القارئ من هذه الرواية فيقول ان القضية اكبر من صراب يوم الحرب وانما هي صراب يؤرق من ضحوا بانفسهم وعائلاتهم ونجوا من قصف حصد زملاء لهم وفاتهم لانضمام الى السجل لشهداء الحرب حلموا بما بعد النصر العسكري واستيقظوا على كابوس كارسي في نهاية ايام الحرب تنزلات مجانية ثم بيع صريح للدماء الشهداء وصفقات سياسية وتجارية مهينة فلا تقوى زاكرتهم على النسيان ولا ضمائرهم على التحمل فيكون الجنون مصيرا ينتظر الدسوئي بطل هذه الرواية وغيره من الجنود وقود المعارك الذين يقتلون في صمت ولا يحظون بما يسطره المؤرخون سرابيوم نسيج انساني ذو الشجون سيحتفظ لنفسه بما كان في ادب الحرب الذي يتسارع فيه السلاح مع اشواق الانسان الى الحرية يعني هنا ناقد اللي هو كان رئيس هذه السلسلة رئيس تحرير السلسلة رئيس تحرير السلسلة اللي نشره اللي وافق على نشره اللي وافق على نشره هو قرأ قرأ رأي دسوئي ولم يقرأ يعني الرأي الحيج بتقدمه حاليا قرأ الرأي الرافض للسلام او للمواحدة على فكرة انا ما يعني هو انا بقدم النص بتاعي ومن حق كل واحد يأوله زي ما هو عايز لانه 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 المتلقي لما بيستقبل العمل الادبي ايا كان نوعه رواية قصة لوحة تشكيلية فيلم ايا كان حتى لو مزيكة بيستقبلها ازاي بيستقبلها الاول بثقافته ومعرفته خبراته المعرفية نعم ومفردات حياته وتفضلاته الشخصية نعم يعني ما ينفعش واحد اه ما بيسمعش الموسيقى الكلاسيك وبعدين اجيب له موسيقى اقول له ايه رأيك فيه ايه اللي انت بتقوله ده وهكذا وبالتالي فكل واحد من حقه يستقبل العمل بالطريقة التي تناسب زائقته وتناسب فكره وتناسب ثقافته وبالتالي هذا النص انا اتوقع انه يحتمل التأويل ويحتمل وجهات نظر كتير وانا على فكرة انا يعني انا ندمت على اني قلت دلوقتي ان انا مع معاهدة السلام ندمت مش لاني مش لاني ضدها مش لاني ضدها لا لا انا فعلا مع معاهدة السلام ان الظروف الموضوعية كانت تحتمها للعرب كانت تحتم كانت تحتم ذلك انما انا المفروض انه مش من حق ان انا افصح عن وجهات نظر الشخصية حتى تترك المتلقي ومستويات التلقي المختلفة اترك للمتلقي تأويل النص بالطريقة اللي تعجبه او التي تناسب زائقته الشخصية وثقفته عندما يجلس الدسوء على المصطبة يعني في نهاية الرواية ويأتي اليه متولي فبيقول له ماذا حدث فبيقول له بعض لحظة قال في غموض اصبح الموعد قبل الشروق وقبل الغروب الموعد اللي هو بيجلس فيه على المصطبة الخطر اصبح قريبا ويجب ان انتظره صباحا ومساء المسألة لا تحتمل الاهمال او التجاهل لا شيء سيمنعهم من الهجوم لا السفراء لا الاتفاقيات ولا الاجهزة المتقدمة ولا قوات المراقبة ولا طائرات التفتيش والملاحظة سيهجمون وبعين في نهاية الرواية بتقول مضيت نحو السفحة تتجاذبني مشاعر متعارضة تركت المصطبة ونظرت خلفي فرأيته يفرد زراعيه على اتساعهما ويمضي بخطوات نشطة نحو القمة وبدأ كمان قرر ان يطير نحو الشرق الشرق ده اللي هو دائما كان يأتينا منه التهديد ويأتينا منه الغزاة وعلى فكرة دسوئي كان مرتبط بالشرق من صغره حتى في الصبحات الاولى الرواية وإحنا بنتكلم عن طفولة دسوئي انه كان بيصحى الصبح يبص لشروق الشمس دايما كان يبص للشروق لدرجة ان والده عنفه قال له يا ابني ما تبصش للشمس اكتر من اللازم فهو كان مرتبط بالشرق بشكل لا شعوري الاضطراب الذي اصاب دسوئي منطقي في ظل الظروف اللي عاشها انتصاروا في القنطرة ثم اثر بس هل دسوئي مجنون هل هو مجنون في الرواية يعني هو على حفة الجنون جنة ام انه كان الاكثر عقلا من الاخرين لا لا هو طبعا يعني اصبح مختلف عن الاخرين اصبح مختلف ويكاد يكون منفرد متفرد في الحالة اللي هو فيها انما فيما يبرر هذا الاضطراب طيب في كلمة اخيرة عن الجائزة ماذا تمثل لك هذه الجائزة تحديدا جائزة اتحاد كتاب مصر لأفضل رواية لعام 2018 سرابيوم سرابيوم يعني رواية يعني فعلا بتغوص في منطقة من النادر ان يبدع فيها اي اديب لانه لابد ان يعايش هذه اللحظات لحظات حرب استنزاف لحظات الصغرة لحظات محاصرة العدو لجنودنا وللمدنيين وقتلهم للمدنيين بطولات المدنيين اللي حضرتك صورتها في السويس والأديب محمود عرفاط في جزء من الرواية كمان بيوضح انه الصغرة فشلت بسبب المقاومة الشعبية لأهالي السويس ان هما اسرائيل كانت بتحاول ان تقدمها على انها هي انتصار موازي الانتصار اكتوبر ولكن في روايتك تؤكد على انها فشلت حتى في تحقيق هذا طبعا مسألة اكيدة حضرتك كنت بتسأل عن الجائزة ثم تطرقت الى على فكرة الجائزة دي طبعا بتسعد المبدع ايا كان نوعها وايا كان قيمتها انا لما على فكرة بقدم الجائزة ما تستغربش ببقى لان عدد القراء بيتنقصوا تدريجيا ما عرفش ليه فانا لما بقدم الجائزة بقدم الجائزة عشان احظى بقراءة ثلاثة اشخاص اللي بيتشكل اللي هما بيتشكلوا اللجنة اللي بيتشكل منها ثلاثة او اربعة عشان يقروا تمام يعني انا وانا رايح اقدم لجائزة الدولة التشجعية قابلت الاستاذة المرحومة فتحيها العسال كان بتقدم للتفوق يوميا جميل فهيتل تمقدم ليه يعني بتستفزيني يعني الله يرحمها فقلت لها قلت لها شوف يا استاذة فتحية انا وسدقيني انا بقدم المجموعة القصصية دي علشان احظى بتلاث قراء اضافيين وبرضو انا لما بعت بعت سرابيوم لاتحاد الكتاب كنت عايز لجنة القراءة تقراها يعني انت عايز تكسب مزيد من القراءة مزيد من القراءة يمكن نفس السبب اهدتني الرواية دي عشان طبعا واشكر اتحاد الكتاب طبعا على 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 جائزة مستحقة صحية ويعني احنا اللي بنشكر حضرتك على وقتك لقناة النيل الثقافية ولبرنامج حدوطة مصرية وليه شخصيا بقى اسعد لما اتناقش مع القديم محمود عرفات لان رواياته شديدة العمق السهل الممتنع الامتزاج الادبي الخيال مع الواقع لا تستطيع ان تفرق بينهما بطولات لا يستطيع اي اديب اخر وحياة وتجربة لا يستطيع اي اديب اخر الا اذا كانت مقاتلا على الجبهة كما كان هو ضابط احتياط في هذه الفترات التاريخية وكان حريصا على ان يصور بطولات المدنيين وبطولات العساكر البسطاء وبطولات ايضا القادة الكبار ونصائحهم للجنود عندما نصح القائد مثلا سعد مأمون الجنود اذا شعرت ان وضعك سيء فتأكد ان العدو في وضع اسوأ مثلا الى اي مدى كانت الروح المعنوية الى اي مدى كان هناك التكاتف روح اكتوبر هي هدف هذه الرواية بعث روح اكتوبر في الشعب المصري حتى يستذكر ويستعيد كيف كان قويا وكيف كان مترابطا وكيف كان عظيما حتى للاخرين وكيف كان في محيطه العربية ايضا متعاونا ومتآزرا واستطعنا ان نحطم ما يسمى بالمستحيل وهو خط برليف وغيره بشكر للاديم محمود عرفات مرة اخرى ومبروك للجائزة شكرا سيد صاري واشكر قناة الليل الثقافية ومجموعة الاعداد كلها الحقيقة على صدفتي وعلى تعبكم في تجهيز وقراءة هذه الرواية شكرا جزيلا بشكر حضراتكم انصحكم بقراءة هذه الرواية الرائعة الجميلة سارابيوم الحائزة على جائزة افضل رواية لعام 2018 من اتحاد كتاب مصر بعد الفاصل يأتيكم الزميل محمد عامر وقطار حدوتة مصرية يتحرك لمحطته الثانية موسيقى موسيقى موسيقى